موسيقى ولا مصرين ولا مصرين لحظوا بموضع طفالنا وشيوخنا وشبافنا الحمد لله رسالة للعالم أن تقف على الصح ما تخافش من الباطل موسيقى في تطورة الوضع بغزة وفي مشهد مشابه للذي حصل بمجمع الشفاء الطبي مجزرة جديدة يرتكبها فجر اليوم طيران الاحتلال الصهيوني ومدفعيته بقصفه للمستشفى الاندونيسي ومحيطه موقعا 12 شهيدا من الجرحى والمرافقين لهم داخل أقسامه الطبية المتضررة وذلك بعد حصار مطبق بالدبابات والجرافات نفذته قوات الاحتلال على مداخل المستشفى بغية إخراجه تماما عن الخدمة في الأثناء نفذ طيران الاحتلال غارة مكثفة على مربعين سكنيين ضمرا كليا بمخيم جباليا شمال القطاع موقعا عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين لم يعرف إلى حد الآن عددهم فيما تنقل مصادر إعلامية خاصة عن وقوع مئات الضحايا أما في جنوب القطاع فالوضع لا يختلف عن بقية المناطق إذ أحصت مدينة رفح أكثر من خمسة عشر شهيدا بينهم نساء وأطفال في قصف طال منزلين فيما عاشت مدينة حمد السكنية شمال غرب خان يونس ليلة مرعبة وسط حزام ناري غير مسبوق نفذته طائرات الاحتلال في غضون ذلك كبدت المقاومة الفلسطينية لاحتلال خسائر كبيرة حيث تمكنت من تدمير العشرات من آلياته وقتلت عددا من قواتها